الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة صبح النور صبح البهجة والسرور عيدكم مبروك كل عام وانتوما حيين بخير في ثاني يوم العيد نعيد عليكم ونقولكم إن شاء الله أيامكم وكلها أعياد أنا سجل في ثاني عيد وانتوما أكيد إن شاء الله باش تفرجوا فيي نهار ثالث عيد يجعل أيامكم وكلها أعياد روتين الجيد روتين الطاقة الإيجابية والنشاط والحيوية وما زلنا مع أجواء العيد وباش نفاجأكم بفطور ما عندو حتى علاقة بالعيد وقبل ما نبدأ فيديوية نبدأ بصلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله ألف صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله نبدأ بالدعاء نقول يا ربيش في جميع مرضانا ويرحم جميع موتانا ويا ربي ترفع علينا البلاء والوباء وتزيح علينا هالغمة وترجع هاك دنيتنا وأعيادنا ولمتنا وعيلتنا وعيلاتنا هتتلم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يكون درزة هذا معانتها مش نعرفه قيمة العائلة وقيمة اللمة وقيمة سيلة الرحم اليوم يا لبنات فيديو فيديو فطور فطور ما عندو هات علاقة كيما قلت لكم بعيد الأضحى المهم تكتكت شوية هو بصراحة جربته ووديتكم بهكة جيتني فكرة كيفاش عملت حفلة على غفلة عرفتوها حاصيلو لشن شارككم معانتها الأوكلة هذية اللي عملتها واللي عجبتني وجت بنينا ونودتكم ولين شاهيكم ومشان الله قسمكم منها في الجنة هنالبنات أول حاجة بشن عملها هي البطاطا حطيت البطاطا في الماء وعملت لها شوية خل وخليتها معانتها وبعدين حطيتها تتقلاء هذي أول حاجة مفتحات المفتحات المتاعي نعرف طوري ما هوش هكي الصحي 100% أم شخ شخ وناسك كلها تحبوا بربي البنات قبل ما نبدأ معانتها قبل ما نبدو هكا في التصنيف مشنا أحكي معاكم في حكي معانتها أمي الحقيقة كي قلتلي تشغبت عليها من نهارة العيد حكيت قصان الماء معانتها كلمتها نهارة العيد الكبير جويل يا صخانة وعلوش معانتها زبحان العلوش والماء ما قصوص عليهم بالله شنو تحبوا معانتها يكون الوضع معاهم مرأة كبيرة معانتها أمي ولا حتى أمهاتكم ولا حتى لابنات معانتها والكل بصراحة مش وقته بالكل قصان الماء في ظرف كما هكيك وعلى فكرة راهو ما هوش مرة لولا ولا صدفة عندها مدة هكاك يقصوا كل الصيف أنا بيدي كينمشي متلوي في الصيف مثلا نحكي على المتلوي كينمشي متلوي في الصيف نقعدوا معانتها تصوروا من السبعة ونصباح كان أنا غالطة يقولوا لي ركا غالطة والسبعة حتى للسبعة من تعلع الشي ستة من تعلع الشي بش يرجع الميحل مهيش متعلقة لحكاية بتصليحات ولا حاجة مهيش فهمة معانتها إيه متى هالحكاية دي تتحل بصراحة لعبة مجواها يعني رب يعطيها القوة شي كبير تصوروا عيد ولعلوش يزموا ينضافوا كله وما مقصوص وناس معبي البانويت من الليل لا تعليق هناي لبنات عنا الفري تحضر بنين 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 بنودكم ولانش هيكم ومشاء الله قزبكم منه في الجنة وعندي صلاطة مشوية صلاطة مشوية عندي صلاطة المشوية دي اللي بيتها من البارح شعملت لها يا لبنات شديت قصت منها خطر جدت الكونتيتي كبيرة حطيتها في الكونجيلاتور ونجبدها نهار آخر نستعملها يعني شي ميضية نحطها في الثلاجة واشتر لاخر بشتشوفوا الدبارة اللي بيش نعمل به وهذه سيدرونات متالعي هاوني زادها حتى هي حطيتها في الكونجيلاتور وقت لنستحق نجبد أنا عندي اللي في الفريجيدير اما كي تبدأ الكونتيتي كبيرة متخلوه برشا في الفريجيدير را هي تفس يزمكم تحطوها في بيت الثلاجة يعني متخلوه شفية الثلاجة هنا عندي شوية خص متع بوندا قولوز متع صافري تسلفت من عندهم شوية خص باش نعمل صليطة خص صليطة خفيفة ضريفة ما في حد شي شوية خص وشوية توماد سريز هكك استغهرة اللي خذيت على خمسمية هذيك ومعهم شوية خيار نجمو تحطوا شوية جزر نجمو تحطوا اللي كاتب من ربي اللي عندكم تحطوه لحسيلو ديكم بلينا صليطتكم أنا ديما نحبها معنتها مش منفوحة نحبها طازجة ونغسلها بالجدائي ديما الخضر يجب تغسلها بالجدائي نحي كتراب اللي فيها ونقصها كما نحب معنتك كما تحبون طوما ولا كما تحبنا كل مرة شاكلها مرة خشينة مرة هكا صغيرة كي حصيل نبد والله يلاعد لجل واحد لكلام تلموه معناتها كل يوم في الكوجينة كل يوم تطيب صنفنا كل شي وحطينا كل شي روتين يومي روتين يجب نعمل فيه برشة نوب بش منحسوش بالروتين يعني وسبحان الله المناسبات كلها مرتبطة بالأكل منيش عارف هنا زين حطيت طوبش عملكم صليطة المشوية شو مش نعمل به اكتر في اللي جاعد من صليطة المشوية اللي هي متكون ملف الفل وط مع طمول بدنجان ولب صل والثوق هنا مغطية دي خايف لا يضطر شي علي العظم اخذت الصلاطة هذي كان لي شوية سابقا مش نحل فيها العظم ونعملها ستيل تصطير اوك قريبت معنتها الاكلات راكم من مصحن واحد تخرج وبرش حاجات دي ما نقول لكم انا راهي الفايدة في الفكر الفايدة انك تعرف تعمل الحاجات ويبدأ عندك نظرة نظرة في الاكل حطيت شوية زيت زيتونة وبروفات متهارة ايه والله يكني نهار اوه دوبش نعم من لكم خبز يا لبنات بن عالمي مضمونة تعرفوني اكي نجيكم ونقولكم راي الرسيتة دي مضمونة الرسيتة دي اروعة هنا وسهلة واقتصادية وما تطلب ش هاتا شي والله يا لبنات يجي بنين خفيف يهبل هنا حطيت صحفة فارينة شوفوا الكمية انتو ما تتحكموا فاه ولكن مش نعطيكم اللي بيش تستعملوه فارينة هو بيدو انا دي من غرب اللي راه الفارينة تستعملوه سميد ارض يعني نفس الكمية هي بيدها مثلا صحفة سميد عليها صحفة فارين صحفة صحفة وهكذا كي الضعف الكبير ضعفها عزور بنفس المقادين سهلة ماهل لحد الان مافيهش حتى صعوب صحفة فارينة عملته صحفة سميد ارتب وهنا هلنظم في اموري منخليش حتى شاي ورايا دي منحو كوجين تنظيفة لانها صغيرة وفيسها معنتها متعب بالي يلزم ندى ايد بيد نرجع للخبز متاعنا الخبز متاعنا الساهل الماهل اللي مافيهوش حتى شي هنا بش نحضر لخميرة بش نعمل نقص اليد الساعلي اني نسيت ونرجع نعمل لكم المكونين حطيت جنة صحفة فارينة صحفة سميد ارتب ومغرفة كبيرة سكر ومغرفة مش كبيرة مغرفة صغيرة ملح ونحط خميرة انتاع خبز خميرة فورية هنا حطيت خلطتهم مع بعضهم بالجداء وتوى بش نصب مانيش بش نعجن بالماء لبنات بش نعجن بالحليب الحليب بش ندفيه ونحط نعجن بيه من بعد سهل ماهن فيه وحط شي اهناد زال بحت نقول ونحنا بلغتنا يعني صخون لي اكتر من لازم ولكن لقيت الحل كي هو صخون اكتر من لازم بش نزيد حليب بارد يعني مايزم شكون سخون يغلير مايزم شكون بارد طول يعني ملذل ملذل نحنا نقول اي فاتر آآ يعني زدتو شوية حليب هنا بارد وبش نحط ونعجن بيه السميد والفالينا بتاعفو الحق الحليب كي تعجمو به جيكم العجين شوشة هبل بيه مجربتها بمالد انا جربتها في البقات الفارسي الخبزة المحشية ونجحت وجربتها في الخبزة هذه وعجبتني الحقيقة كنت نعملها بالماء عما كي جربتها بالحليب عجبتني على الاخر خالتي تعمل فيه بالحليب فانا جربت كيف واجتني عجبتني الطريقة من اللي عملت به هنا مش نعجن بالكف الدع ايدي عجنها بالكداء بالكداء اذا عندكم عجنة تستعملوا عجنة بسهلة ماهلة هيك تجيكم اللي عجينة بتاعكم معناتها طرية بالكداء وتساعدكم في الخدمة منش نغطيها هنا ونخليها ترتاح حتى تخمير متاح هراه يعطيها الطراوة ويخليها سهلة في الخدمة قسمتها هنا قسمتها على 4 نجم قسمتها حتى على 8 تحب وخبيزات صغيرين وإلا كيف أنا أعملت على دور المقلة متاعي نحل الخبيزات متاعي لنستحق للفارين للزيت للحات شي تتحلك بكل سهولة وتوى سخنت الزيت متاعي في المقلة وباش نحط عليها الخبيزات هذوم حكم باش تشوفوا بينيكم وحكموا أنا منقوكم حات شي أما ديجا انه هجا ها تفرجوا ما شاء الله توب شبز تنفج 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 تبعوه شوفوا ما شاء الله الزيت متاعكم ما يزبش يكون بارد ما يزبش يكون سخون يا حرج خطر سخون يا حرج ما يخليهاش طيب وبارد يصفقها نقولو نحنا يعني ما يخليهاش تنفج هذه هي الخبيزة منظرها إشاهي سمحوني كنا معانا واحدة حبلة نقولها سمحيني بنية عمي إن شاء الله قسمك في الجنة حاجة روعة معنتها بنة بنة بكل بساطة وبدون أي تكلف تخرج لكم خبيزات مزيانين خبيزات اقتصاديين وانظر فيهم يشرحوا البنة مضمونة على وضمانة في ربي هنا هاي الخبيزات شوفوا منظرهم بشبهم إلحظ إنهم نكمل البقية الكمية الكل نكملها بصحفة سميد وصحفة فارينة لبنية خرجت أربعة خبزات يعني نجمة تخرجوا منهم وبدون محطة ثم تنجموا تعملهم محشين تنجموا تنجموا بهم في هكا السوس ولا حاجة والله الحقيقة معانتها من أبسط الأشياء يارب يديمها نعمة يارب يديمها نعمة واحفظها من الزوال ريتو الحمد لله يا ربي نعم ربي كثير علينا والواحد يعرف كيف يعمل هكا حاجات أنا والله راني أعطيتكم من يعني كيما عملتها وكيما جيتني بنينة قلت لكم عليها يعني وياريت يا حبة ذات عملوها كيكا كبيرة كيما عملتها هنا وغيرت منفجة وتشوفوها من بعد وتشوفو راجك باشيقسم في الخبزة وتشوفوها من داخ خفيفة ضريفة في حد شي هسيلوا صديقاتي باش ننتقلوا للحاجة الثانية اللي عملتها اللي هي ما عندها حتى علاقة بالعين بعيد لكبير الله غالب كلوا يهد وكيفيش معنتها شنو يحب ذي كهي الدنيا الدنيا أضواق هاملخ بيزيت صلي عني بي ان شاء الله قسمكم منهم في الجنب وجينا توري الأخر اللي ما عندها حتى علاقة حتى علاقة بالعين اللي هي الدجاجة الدجاجة آية نحكيكم حاجة بابا يرحموا يناعموا كان قبل يبدأ علوشنا مربوط وبحذاها الدجاجة لينا يا حسرة يرحموا يناعموا المهم صديقاتي هنا شو نعمل بخذية الدجاجة نتاعي اغسلتها بالجداء بالملح والخل حكيتها بالملح والخل نجمو تعملوها القرس هنا كخذيتها قلت لهم يشرحوا منها فيها تبقى بجلدتها بأمورها بمعطاها ربي ومن بعد نقول نتصرف فيها دو لنفوحها بعد ما نغسلها ونحي منها الملح الكمية الكبيرة الملح هنا لنفوحها وديما تسألوني لبنائت على الحك كذو ما نحط فيها النفاحات متاعية دو ما لاني اختيتهم أنا من حي الظهور وقلت لكم دو مارتهم مش الحقيقة اما كان سهل ربي ورفع علينا هالبلاي والوباء اول ما نخرج ونلجاهم نصور هنكم ونقول لكم وين موجودين بالضبط اما بالحق رهم محليهم ما ناخد مع 15 مياه فرصة هنا حطيت الملح حطيت فلفل اكحل وحطيت الكوركم الكمية بطبيعة وحجم تجاجة وراهوا دجاجة يحب التفويح هنا مش نحط الكروية حطوا لفاح اللي عندكم الكل ما تحشموش منها الدجاجة حطوا لها لفاح الكل هنا الكليل خطر تمتص اللفاح وين تتفوح تجيكم أبا وهنا عندي الكمون حط الكمون حطوا فيها الكمون جروش توجينا فيها كل مرار الكمون أبدا تريتوا التفويح هذه كلي باش تتخلق ومش تعمل لها تتنح منها معاش تبقى قوية هنا حطيت زنجبيل وعندي لفاح متاع الجاج الحاضر اللي كنت خذيت ووريت ولكم مقبل عندي متاع السمك وعندي متاع الجاج خذيت من عزيزة وهنا عندي التابل والكروية الدياري وهنا عندي شوية فلفل مرحي أحمر تحبوا تحطوا ما تحبوش الحار وما تحبو أما صدقوني ما جدش حار ما كنت تعرفوني أنا ترمون يكل حار ما نحسش الماكلة حار وللي تحبها موزوزة موزوزة لبنان زيدها لهريسة العرب جيكم بنا منحكي لكم مش مفو هنا عندي الثوم البودر عاملو ثوم مرحي عادي مش ضروري يبدأ عندكم الثوم الزعتر 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 يفوح بالجداء نحن نحطوه كي نبدو مش نعملو هكا حاجات فهد جاج دي ما نحطو الزعتر يفوح هنا عندي شوية خل راهو لبنان ما تقولوش عاو كليل كيفاش الكليل يجيب كيفاش الزعتر ونطعم الزعتر ونطعم الزعتر هنا عندي ياغورت طبيعي وخل حطيت الخل ولياغورت الطبيعي تنجموا وتعطوش خل تحطوا قارس انتو ما ما عندكم اللي عندكم في الداب يزازين مهم حوامض بش تعطيكم هكا اللذعة والتفويحة زيدوها شوية حليب التفويحة وتخلطوها وتخلوها في الفرجيلير وبعدين تجبدوها زيدوها العظم تخلطوها بيديكم عادي جدا يعني اصلا بعد هي يلزمها يدخل فيها اللفايح بالجداء تجهة هنا ما حنت تنجموا حتى تترجدوها تبايتوها ليلة كاملة في الفرجيلير رحية اللي بنات فيها بناتو تشوفوها تشوفوها كطيب تشوفو من داخل اي عمركم مش انتو ما اصدر متاع الجيش تعرفوه شيء في الخلطة هذي سدر طري مش نورمال طري بالجداء هنا عندي الفارينة حلتها فصحن بيش نحط دواء الججم تاي نحلو بطريقة هذي سهلة ماهلة زادة صبيتها هنا بيش نبدأ نجلب فيها على الشيرتين بسحقيت الفارينة وكهو مانيش بش نعمل لها شابلوير لخبز لحد شاي لا جست عملت شوية الفارينة ودواء حطيت الزيت متاعي يسخن وبش نحطها في الزيت راهي اللي بني بش قولوا لي بشيكم زيتة صدقوني تود شوفوها كأنكم عاملينها في الفور السخنة ديها مسحقوش الفور ومتاخذش برشا وقت في الطياب ويجيكم طايبة تهبل هي تشبه للجاجة ومعنتها اللي يبدأ هكا باني والكل ولكن الطريقة ديها محليها جاجة كاملة هكا تحطها انا حبيت نقولكم شكل هكاكة تحطها وكأنها معنتها مشوية تنجمو حتى من بعد دخلها الفور تعطوها هكا حمورية اما انا بالنسبة ليا كافي اللون متاحها هكا وراهي بنينة بنينة ما عندكم حتى فكرة على البنة متاحها المهم كتحطوها حطوها في حاجة واسعة بالجداء بشتاخذ راحتها وطي بالكم على الشيرات الكل هادي هي اتجاجة متاعي خليتها على نار مش قوية بش ما تتحرجش متبدأش نية من داخل وطيبة بركة من بره لا ونبدأ نقلب فيها على الشيرتين اللي بنايت كل مرة جيها مرة معنتها هكا اللون بش ما نخليهاش معنتها تتحرج لي وكلها واممتوه اه الطيب الطيب من داخل اهم شي هذي هي اتجاجة متاعي نودكم ولنشاهكم والله العظيم خفيفة ضريفة بنينة طيبة ما عندكم يعني من يدية اقل تعب اقل كل شي لكم انتوما تجمو راو تستغنوا حتى على الفارينة اللي محبش فارينة نجم يحطنا غير فارينة ولكن لا راهي الفارينة تحفظ لكم على قوامها من داخل نحوها بعدين القشرة ديكة شوفوا شكلها تجاجة خطر هي راهي محلولة شوفوا هنا لف خطة وتشوفوا ازدرك ينحلوه كيف شادية الفريت متاعي هنا جاهز حاجات بسيطة شوية دلاع مشارلة دلاع مفلقة نقولو نحنا يعني ماشاء الله تهبلها حلو عسل وهذه الخبز اللي بنات تشوفو كين حلوه اخذروا كيفاش منفش بابسط الاشياء خرجت فطور دلو دلو لبنين ومحليها الحاجة كيتاكلوها بنينة وشهيينها وبالحق طيب ماشاء الله هنا ها هو زوجي نقولها قص وشوفها من داخل فعلا شوفوها من داخل هذه شيرتها شيرت الفارغة ما فيهاش معنتها شيرت الجناح ما فيهاش برشا جج اما شوفو المنظر من داخل المنظر يتكلم واحد والله بنينة بنينة شي كبير هنا وطرية اللي عجبني انها طرية اخذروا اخذروا من هنا كيفاش من داخل بيضة لتللش هذي وين الجناح وين الجناح اللي فوق من الجناح اللي بحاذة ازدار وخسروا وطرية هذه هي الوصفة للجاجة اليوم ان شاء الله تجربوه بشي حبوها صغاركم بشي حبوها انتو مش قولي يفاتن هكي زيوت واستعملتي زيوت وزيوت ما هيش صحية مره راهو مش ديمة مره في الغنان نقولو نحنا وصحات راهو كلك يزم اتاخذ شوية زيوت شوفوا هنا زوجي قصتي الخبزة داي شوفوا من داخل راهو بنيني ربني كل شي ماشاء الله يوم يوم جاء وكي ما نحبنا هذا هو الفطور وتوا بش نعم معاكم كويستي دي ما تسألوني فاتن كيفاش يطيب التايكل ونهابت تقول لي كيفاش عمل يسيه اراهو ما في حد شي غلوا المام تاعكم هنا استاع عندي السكر فرقت وصدقوني يا ربنات السكر ما عادش حل يجا منها متجوش فاتن امشيني تقولوا واي حطة كونتتين جد ما نحط نحسه ما يجي نقص حلاوة هنا بش نحط جلت واحدة من لي تغلاو ولا ولا مصد حشيكم حشي طعام ربي هنا لبنائل حطيت الماء يغلي وحطيت التاي صبيت على هيك الماء اللي يغليه مشا نخليها معناتها من غير ما نطلحها للجاز منخليها حتى تعطيني هيك شوية لون نبدأ بعدين نصفي فيها انتو ما تتحكموا في اللون تحبوه قوي ولا تحبوه خفيف إذا تحبوه قوي تخلوه أكثر وقت في البرات سينو تصفوه في سع في سع بش يبدأ لكم خفيفة ضريف هنا قاعدة نفرغ فيها كتاية متاعي راني ما نفقدش الأمل الأخر قطرة وهنا نبدأ نصفي فيه توا لبنائت بش نحط النعناعات متاعي خصلتهم وخليتهم في الماء متاحهم حصير وصفيتهم توا وهدي هي معانتها كويستي سهل ماهل ما فيه حتى شي جبت الكيسان متاعي متاع العادة شوية لوز أخضر لبنائت ما يخطأناش بحكم مقشرين وحطينه في الفرجيلير إذا هو هنا كويستي نودكم ولا نشاهيكم وإن شاء الله قسمكم منه في الجنة حكا لبنائت إن كنت وصلت معاكم والأخر روتيني إن شاء الله يكون أعجبكم روتيني اليوم بما إني ملتزمة وبما إني شدة الدار والكل قاعدة نشارك فيكم في يومياتي البسيطة كيف ما هي كيف ما نعيشوها أنا ما حبيتش نخرج ما حبيتش نمشي حتى البلاسة لأنه الوضع ما يسمحش ولأني معنتها أن نحب النسك كلها تبدأ مستحفظة على رواح وربي بقي علينا وعليكم الستر الأجمعين وهيوا بسم الله ونودكم وناشاهيكم إن شاء الله قسمكم في الجنة وفي أمان الله شكرا